لا بد لنا من العلم ولا بد للعلم من أن يأتينا على ظهر اللغة العربية القطائف جمع وما مفردها السفرجالة مفرد ما جمعها لماذا لا يجوز لنا أن نقول هؤلاء دفاتر أحدثكم عن شاعر يوصي الوزير بأن يأكل كلبا وعن من ربط القربة بيده وغرق معها وعن النعش والإنعاش وعن القوى الناعمة والنائمة وأحدثكم عن مئة شيء آخر مرحبا بكم الصاد حرف صفير يشبه السين غير أنه أفخم والصاد من أحرف الإطباق التي تؤثر على ما جاورها ولا يرقق المذيع الصاد فيجعلها سينا لا تظرفا ولا اتباعا للكنة عمية الصعب يبقى صعبا لا سعبا والصعود صعودا لا سعودا ومما يميز المذيع المحترف ولسيما قارئ الأخبار أنه يحقق حروفه وقد يشوب الصاد شيء من الزاي كما في عبارة مصداقا لقوله قرص القطائف هذا خبزة طرية ناعمة كالقطيفة كالمخمل يحشونها جوزا أو جبنا ثم يغمسونها في القطر أو العسل وسمى العسكري في التلخيص الواحدة منها قطيفة والناس يأبونها ويقولون قرص قطائف القوة القدرة معروفة والجمع قوة وأيضا قوة والقوة الفتلة من الحبل فالحبل مكون من عدة قوى مجدولة القوى الناعمة مصطلح جديد بدأ يستعمل في الغرب عام 1990 ويعني ما يملكه البلد من نفوذ وسمعة ومن ثروات خفية كمثال القوة الناعمة للعرب لغتهم عريقة ويتمنى الملايين في العالم تعلمها تاريخهم يتضمن أنهم لشروا الإسلام وأنهم قادوا إمبراطورية كانت الأقوى في العالم وأنهم يحملون في عروقهم دماء شعوب شتى وأنهم يملكون أقدم تراث شعري متصل الحلقات في العالم والقوة الناعمة التي تستند إلى الحاضر المعاش تكون أكثر فاعلية ولعله أقرب إلى الحق وصف المزايا غير المستغل كالتي سبق ذكرها للعرب بالقوة النائمة الغارب الظهر وتعبير ألقيت له الحبل على غاربه أي تركته يصنع ما يشاء كان الرجل يلقي الحبل على غارب الجمل على ظهره ويطلقه في المرعة الكاسر والجمع كواسر الطير الجارح سمي بذلك لأنه يكسر جناحيه أن يضمهما عندما ينقض فأما الحيوان المفترس فهو الضاري أو السبر نقول هذه شركة مساهمة على الإضافة وهذه شركة مساهمة من باب وصف الشيء بنفسه كقولك هذه كلمة خطأ وهم في الواقع يقولون هذه شركة مساهمة مع أنها لا تساهم في شيء بل الناس يساهمون فيها ونقول هم عشرة من الرجال بفتح الشين وهن عشر من النساء بإسكان الشين نقول اعتذر عن الغياب هذه صحيحة يغيب يعتذر واعتذر عن عدم الحضور صحيحة أيضا والشائع اعتذر عن الحضور طيب إذا كنت ستحضر فلماذا الاعتذار أنت تعتذر عن عدم الحضور نقول نريد إنجازه في أقرب وقت ممكن هذا صحيح ولا نقول في أسرع وقت ممكن فسرعة الوقت لا تتغير هدف يهدف بضم الدال ما نهدف إليه هو منع تسرب الطلبة من المدارس لا نقول هؤلاء دفاتر هؤلاء للعاقلين فقط ولا نقول هم دفاتر نقول هذه دفاتر هرع يهرع بالبناء المجهول نقول هرعت الشرطة إلى مكان الحادث الكوكب الزهرة بضمة ففتحتين والتي في الحديقة الزهرة المكان الذي يتم فيه العرض المعرض بكسر الراء العنصرية هي التفريق بين الناس بسبب عرقهم لون الإنسان هدف بارز لسهام العنصرية وفي تراثنا العربي القديم الكثير من التمييز وفي الإعلام يحذر المرء من إيراد العبارات العنصرية حتى وإن جاءت في شعر مشهور كشعر المتنبي يهجو شخصا بسواد لونه وشكوى العرب اليوم من العنصرية عند الغرب حقيقية لكنه جدير بالمرء أن يرى الخشبة التي في عينه قبل أن يرى القشة في عين الآخر عنوان الخبر مهمة العنوان تلخيص المادة وتشويق القارئ لكن دون تضليله وصحفي الرصين ينبذ العنوان البراقة إن لم تكن المادة براقة أيضا والعنوان الذي يرفع سقف التوقعات يسبب خيبة أمل للمتلقي عندما يطلع على التفاصيل جميع العناوين يجب أن تكون مختصرة والعنوان هو وجه العلبة أو وجه الصحار كما يقولون ويجب الاهتمام به اهتماما شديدا العهد البائد مصطلح يتضمن حكما بأن العهد السياسي المنصرف كان سيئا الأقرب إلى الحياد العهد السابق الفاشية مذهب سياسي يتميز بتسلط الحزب والعنصرية والقومية المتشددة والأصل الحزب الفاشي في إيطاليا بزعامة بنيتو موسوليني نقول الفاشي لا الفاشيستي فالسين هنا لاحقة النسبة في اللغات الأوروبية والياء المشددة في العرمية قامت بالواجب الفضائع الأعمال الشنيعة وهي كلمة دارجة في القاموس الإخباري ويستعملها الصحفي بحرص ويبلغ من الحرص الكاذب لبعض وسائل الإعلام الأجنبية أن تمتنع عن إطلاق هذه الكلمة على التعذيب الذي ارتكبه الجلادون الأمريكيون في سجن أبو غريب العراقي رقله رحمه وأشفق عليه وأرق العجين عالجه بالمرق أي المرقاق أي المحور أي الشوبك أي المدمك أي المطلمة أي الصوبج وجعل كراته أقراصاً رواسقه ورويه شرب حتى ارتوى شربت كوبين ماء فالحمد لله على الري وخرجت إلى الحديقة لري الشجيرات ساق يسوق سوقاً دفع الناس أو الخراف أمامه الفرق بين السوق والقيادة أن القائد يكون في الأمام ويتبعه الناس طواعية شح الماء ونعاني منه في الصيف ونقول شح الرجل أي باخله لا يشح الكريم حتى لو شح المال في يده شك ارتاب وشك شيء خرقه برمح أو بدبوس صاحب أبو دلامة الخليفة المهدي في رحلة صيد وصاذ المهدي ضبياً ورمى الوزير علي بن سليمان بسهمه فأصاب كلباً من كلاب الصيد فقال أبو دلامة قد رمى المهدي ضبياً شك بالسهم فؤاده وعلي بن سليمان رمى كلباً فصاده فهنيئاً لهما كل مرئ يأكل زاده صر يصر صراً صر أمواله وضعها في صرر وعقد عليها أي بخل بها صر يصر صريراً أصدر صوتاً حاداً فللباب صرير وللقلم القديم صرير إذ كانوا يكتبونه بقصبة يجف الحبر عن رأسها فتئز أزيزاً وتصر صريراً فوق وجه الورق صغى يصغ ماله وأصغى يصغي أنصته نقول كل آذان صاغية أي مائلة نحوك فتفضل وتكلم ونقول وهذا الأشياء كل آذان مصغية أي منصتة عبيد اسم شخص وعبيد اسم شخص آخر فالشاعر الجاهلي عبيد بن الأبرص والسياسي الوفدي القديم مكرم عبيد عناني الأمر أرهقني والمحب معنى وعناني الأمر كان مهماً لي صاحب الناس قبلنا ذا الزمانة وعناهم من شأنه ما عنانا عوى يعوي عواءً صاح الذئب والكلب وابن آوى صياحاً طويلاً ممتداً فإن تقطع صوت الكلب فهو نباح ونقول هر يهر هريراً صوت الكلب دون أن ينبح مهدداً القادم الغريب أو متذللاً لسيده مقلداً في صوته الهر فهو يهر هريراً ما زال عندنا من ذخائر اللغة العازب والأعزب والزمزمية وثياب البصلة اللغة العالية طاف يطوف طوافاً جال وساح ونقول طوف في البلاد بمعنى طاف لقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب عاق يعوق عوقاً أعاق يعيق إعاقة وعوق يعوق تعويقاً كل ذلك صحيح عثى يعثو أفسد نقول عثى النظام السابق فساداً والأشهر عاث فساداً عثر بالحجر ارتطم به وعثر على نظارته وجدها ويصر بعضهم على القول عثر بنظارته وكان الأسلوب القديم عثر به لكن هل مجبرون نحن أن نظل على الأسلوب القديم حتى لو انحرف المعنى نحن نقول عثر على نظارته وعثر بالحجر فوقع ودقت عنقه لا أقام الله وقعته غاضني وأغاضني واغتاض مني أي غضب وكتم ووردت غيظة بمعنى غطاضة غيظ العدى من تساقين الهوى فدعوا بأن غصة فقال الدهر آمينا الغريق مثناها غريقان وهو أيضاً الغرق ومثناها غرقان والجمع للجميع غرقاً قال أبو العلاء نحن غرقاً فكيف ينقذنا نجمان في حومة الدجا غرقان غفى يغفو غفواً نام نوماً خفيفاً وأغفى بالمعنى نفسه فلان عزب وهي عزبة وهو أعزب وهي عزباء وهو عازب وهي عازبة كل هذا صحيح قد يسقط حرف الجر كما في عبارة لا شك أن الأمر مختلف ونقول لا شك في أن الأمر مختلف العبارتان متساويتان في الصحة والفصاحة قول بعضهم يرجى مراجعة دائرة المالية جائز أفضل منه القول ترجى مراجعة الدائرة ومثل ذلك قول من قال تم تسوية الحساب الأفضل تمت تسوية الحساب اللغم واللغم والسيارة الملغمة أو المفخخة المعدة للانفجار كل ذلك صحيح ليل نهار وليلا نهاراً صحيحاً ما ومما أخذ المتظاهرون وهذه جملة يرشقون الشرطة بالحجارة ما جعلها أو مما جعلها ترد بقنابل الغاز نقول أيضاً الأمر الذي جعلها كل هذا صحيح في الماضي كنا نقول مما جعلها في هذه الأيام درجة ما جعلها متحف ومتحف كلتاهما صحيحة مذهب النشوء والارتقاء التسمية القديمة لنظرية التطور مشه الهوينة بالألف المقصورة والهوينة بالألف الممدودة ملاحظة وملاحظات وملحوظة وملحوظات كل هذا صحيح نشر الناس ينشرهم نشوراً بعثهم الله من قبورهم ومثلها أنشرهم إنشاراً يقولون نظر القضية وهذا وارد في العرمية ذكره ابن سيد في المحكم ويصح نظر في القضية يقولون اليوم أنعش الله قلبك وكانوا في القديم يقولون نعش الله قلبك هذه هي الموجودة في القواميس وغرفة الإنعاش هي غرفة العناية المركزة في المستشفى تخيلوا لو سميناها بحسب القدماء غرفة النعش لنبقى على الخطأ الشائع المطرة وعاء الماء للرحلة المدرسية هي الزمزمية أيضاً وفي القديم القربة أو السقاء وهذا وعاء من جلد شاء يتخذ لماء المسافر القربة كانت تستعمل فارغة طوق سباحة لعبور الأنهار نفخ القوم قربهم وأوكوها أي ربطوها بسيور من جلد وتأبط كل قربته وسبحوا في النهر يعبرونه ووسط الطيار فشت أي نفست قربة أحدهم فأخذ يصرخ أنقذوني فقال له صاحبه يداك أو كتا وفوك نفخ أي أنت المسؤول فتلق وعدك هذا مثل الذي قال أنت المسؤول عن غلطك ولكن هذا مثل قديم يداك أو كتا وفوك نفخ قال عبد الملك ابن مروان شيبتني مواقف الخطابة وتوقع اللحن فما أقسى حياة المذيع لبد اسم آخر أنسر لقمان في القصة القديمة وكان لقمان أوتي عمر سبعة أنسر كلما مات نسر جاء نسر وعاش آخر نسر وهو لبد طويلا فقالوا لمن طال بقاؤه طال الأبد على لبد ربما كان يجب أن نقول لبد لأنها ممنوعة من الصرف معدولة هذه مثل عمر وهبل ننتقل إلى السيل الذي يبلغ الزبا المثل معروف بلغ السيل الزبا أي وصل الماء إلى الزبا وهي الرواب أي أن المشكلة تفاقمت والأمر بلغ مداه الأمثال العربية التي تبدأ بأفعل من كثيرة وتفتح باب اشتقاق خفيا يقولون فلان أكتب من عبد الحميد وأنحى من سيب ويه وعصفت الأمثال بالقاعدة فكان اشتقاق من المبني المجهول أحمق من ماضغ الماء ولا تزال القاعدة النحوية ترفض اشتقاق أفعل من الاسم الجامد وإن قال الناس فلان أحمر أو أكلب من فلان اشتقاقا من الحمار والكلب فإن رابك ما في هذا من سفساف القول فإن قولهم فلان أرجل من فلان شائع ويقبله الذوق العربي ولنا أن نقول كان الريكاردوس قلب الأسد شجاعا حقا ولكن صلاح الدين كان آسد منه ومن طريف أمثالهم فلانة أكسى من بصلا كأن قشور البصل أكسية أي أثواب عبارة ما نشر عن القضية هو قمة جبل الجليد فقط تعني الجزء اليسير الظاهر ذلك أن جبل الجليد العائمة في المحيط يبرز منه فوق سطح الماء عشره تقريبا بحسب أرخميدس البقية تكون مختفية تحت الماء كامنة للسفن غسل الأموال تصريف المال المكسوب بصورة غير قانونية بتحويله إلى عقار أو إدخاله في حسابات المصرفية ثم استرجاعه بحيث يخفى مصدره يقال أيضا تبيض الأموال مصطلح خلق الثروة بينما الثروة دفينة في الأرض وفي البحر وفي الغيم فإن الجهد الإنساني يواعفها بالزراعة والتعدين والصيد ثم بالتصنيع ويخلق الإنسان الثروة بامتلاكه المعلومات والمهارات فالبلد قد يكون فقيرا في ثرواته الطبيعية كاليابان لكنه رغم ذلك يكون غنيا إذا امتلك مهارات هندسية وتقنية ومصطلح خلق الثروة يفسر قول من قال إن الإنسان أغلى ما نملك في البلدان التي ارتقى فيها المواطنون علميا وتقنيا ووجهت نظامها التعليمي في اتجاه خلق الثروة تصبح زيادة عدد السكان إضافة لرفاهية الأمة وفي بلدان أخرى تعد الزيادة السكانية عبئا نسخة المخرج هذا تعبير مستعمل نسخة متأخرة من الفيلم السينمائي تضم مشاهد كان المخرج اضطر في النسخة الجماهيرية إلى حذفها لحساسيتها وتخلو من مشاهد اضطر إلى إضافتها لأن المنتج رأى شباك التذاكر بحاجة إليها نقول في الأخبار يخشى أن يكون ألف شخص قد لاقوا حتفهم في الزلزال نفضلها على يتوقع كي لا يتوهم سامع أننا مستبشرون بهذا الرقم فلان يتمتع بذاكرة قوية والبلد يتمتع بقلعة أثرية أي يتميز بذلك يتمتع بهذا الأسلوب تعبير مترجم ومفيد موسيقى الحجرة الموسيقى الكلاسيكية التي تعزفها آلات قليلة كالرباعيات الوترية نعود من حيث أتينا السفرطاس هو طاس السفر وتسميه العامة في بلدنا مطبقية وهذا أفصح فهو طبقة فوق طبقة فوق طبقة وكانوا يحملون طعام السفر في سفرطاس وأما السفرجل فلا علاقة له بالسفر إلا أنه يبدأ بسفر وأهل الصرف بما عرفوا عنه من قلة العقل اعتبروا السفر أصل السفرجل فجعلوا وزن الكلمة فعلل ولكنني وجدت للسفرجل علاقة أخرى ليس بالسفر بل بعدم السفر سافر جحى من قريته إلى المدينة حاملا معه سل تين هدية للوالي وكان الوالي في مزاج العبث فأخذ يرشق جحى بحبة تين بعد حبة ويضحك وأخذ جحى يضحك غير واجد لحبات التين الطرية هذه حبات من التين المجفف لكن جحى أخذ تينا طريا لم يجد جحى لحبات التين من أي أذى على الإطلاق قال له الوالي لماذا تضحك؟ قال جحى لأنني كنت أريد أن آتيك بهدية من السفرجل لكن زوجتي أصرت على التين الحمد لله السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر